جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أريد توضيح كيفية قيام صلاة الليل مع العلم أنني أوتر بعد صلاة الأشياء وأنام هذا عندما أقوم لصلاة قيام الليل أصلي ركعة واحدة لكي تكون ثانية وأشفع بها ما أو تر أم أنني أصلي بدون وكر في آخر الليل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من يتق في قيامه في آخر الليل يغلب على ظنه القيام وكان معتادا لهذا الأفضل أن يؤخر الوتر ويكون في آخر الليل يختم به ما يصلي من قيام الليل قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترة أما من لا يثق من قيامه ويخشى أن لا يقوم في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر على رواية الحديث وحفظه ولا يتمكن من القيام في آخر الليل فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتر قبل أن ينام مثله كل من لا يثق بقيامه في آخر الليل لكن لو قدر أنه أوتر في أول الليل ثم يسر الله وقام آخر الليل فإنه يكتفي بوتره الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له ويكتفي بوتره الأول ولا ينقذ الوتر بركعة كما أرد في السؤال وإنما يتركه وهو وتر صحيح والحمد لله